السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم متابعين القناة روزلند وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة رجعلكم في فيديو جديد هيعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبديد الفيديو بتاعنا النهاردة من ننساش نصلي على رسولنا الكريم في كومنت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ولو لسه عملتوش لايك للفيديو عملوا لايك. لو لسه مشاركتوش في القناة شركوا في القناة. عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن مية سينما الجديد. انا جبته لكم بكل درجات بتاعته. آآ دول اربع درجات بتوعه بشكل الجديد. ده بيعمل كفر حلوة قوي كأنه يعني في ناس بتاخده مني على اساس ان هو وبتستخدمه لانه التقطيع بتاعته حلوة جدا جدا وخفيف برضو على البشرة ومناسب. وفي نسبة واقي شمس حلو قوي. وآآ ده الاربع درجات موجودة. واحد واتنين وتلاتة واربعة. تعالوا بقى نشوف الكفر بتاعه عامل ازاي ونجرب. تعالوا بقى نجرب مسلا درجة اتنين. خذوا نشوف درجة اتنين. ده شكله اهوة. دي اتنين. نفتح كله نشوفهم مع بعض. بيبقى جاي كده بألوان مبهجة شكله حلو. بصوا. ده واحد. ده اتنين. كمان. ده تلاتة. كل آآ درجة لها لون معين. اصلا جاي في علبة شكلها حلو برضو. وتقفل شكله حلو. تقدر يتقديم معاك في الشنطة. بصوا ده برضو. شايفين التلاتة الاربع درجات اهومت. شكلهم حلوة جدا بصوا. درجاتهم والوانهم مبهجة اصلا. تعالوا بقى نجرب مع مع بعض مسلا درجة اتنين دي. خلونا نجرب واحد. خلونا نجرب واحد. بصوا ده اهوت ببقى كده. هي حاجة بسيطة بتعمل كفر حلوة قوي فما تحطيش منه كتير. ده اهوت. بصوا بصوا انا حطيت نقطة قد ايه. بصوا الكفر بتاعته عاملة ازاي. بصوا. شكلها تحفة جدا جدا جدا. بصوا الكفر بتاعه. ده بقى يخفي كل الهالات السودا ويعني بصوا بصوا هنا الدرجة هنا والدرجة هنا عاملة ازاي. فده تحفة بصراحة انصحكم بيه كل البنات المبتدئة اللي حاب تستخدمه كفونديشن. انا باستخدمه كفونديشن. اه شكله حلو قوي وخفيف كده على البشرة وكمان الكفر بتاعته جميل. يعني كمان الكفر بتاعته مش بينة اه في الكاميرا. شايفين في ايدي لما فردت ايدي شايفين هنا وهنا. معيني شفتوا النقطة اللي احنا حطانها اصلا بسيطة ازاي? بس كده ده كان آآ مية سينما الجديد موجود معنا بكل الدرجات بتوعه زي ما قلتلكم. ومتاح عندنا توصيل جميع المحافظات. كل اللي عليك هتقولي لي مسلا انت عايزة درجة كم? واحنا هنبعتها موجود توصيل جميع المحافظات. بس كده شوفكم الفيديو الجاه على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.